اسمي على الرجب تيم مانيجر لكايروونيفرسيتي ايكو ريسينج تيم ريسينج تيم بتاعنا هو بيمثل كلية هندسة وجامعة الفاهرة ومصر في جلوبالي كل سنة في اسيا وفي اوروبا الهدف من ريسينج تيم بتاعنا ان احنا بنشتغل الهدف البيئة بنعمل تأثير ايجابي للبيئة عن طريق نحن نستخدم السكيلز الموجودة عندنا في التيم من انجينيري سكيلز من كلية هندسة سكيلز مثلا من حتى من كليات تانية زي كليات الورا نحن نستخدم كلية امتصاد لان احنا من كل كليات الجامعة لان احنا يعتبر زي استروقتر بنصنع العربية وفي نفس الوقت نحن نعمل براندينج نفسينا ندخل برد سبونسورز معنا كل ده علشان نساعد ان كل حد موجود معنا يكون اقوى بالسكيلز يتأهله ان هو يشتغل في السوق المصري كل ده الهدف ليه الهدف بتاعنا ان احنا بنعمل عربية بتستهلك وقود على قد ما تقدر يبقى لنا تأثير إجابي جوا البيئة العربية بتاعتنا بتسابق بقالها عشر سنين في اوروبا وفي اسيا واخذ كورد عملته كان انها عملية 120 كم بلتر واحد منزيل ده العربية القديمة العربية الجديدة تاعتنا هي كلها معمولة من كومبوزيت ماتيريال كومبوزيت ماتيريال ده مادة مواد بتديك نفس الخصائص المعدن ولكن وزن اقل قوي لان الوزن هو من الحاجات التي تستهلك وقود على قد ما تقدر فمثلا ده شنطة العربية خفيفة جدا فده الوزن من الحاجات التي تستهلك وقود على قد ما تقدر التارجت بتاعنا السنة دي احنا التيم الوحيد اللي هيشارك السنة دي من جامعة القاهرة ومن مصر اللي هيمثل مصر السنة دي في اوروبا وفرنسا علشان يشارك بالعربية دي التارجت بتاعنا هتعمل 250 كم بلتر واحد بنزين وفي نفس الوقت العربية دي برضه تستغل اوتونومس دي يعني تستغل من غير سواق اللي بيدعمنا في المشروع ده الكولياء والجامعة بيدعمونا بيدعمونا ماديا وبيدعمونا في تسهيلات لان احنا بنحتاج ماديا زي حاجات شحن العربية من هنا علشان تقدر انها تريبزنت الكولياء والجامعة بره في نفس الوقت ماديا انه هو تكاليف تصنيع تكاليف ماتيريال تكاليف اجزاء نقدر ان احنا نستخدمها في العربية نفس الوقت برضه ان احنا زي ما كنت بتكلم ان احنا التيم بتاعنا في من كوليات تانية علشان نقدر ان احنا نجيب سبونسورز سبونسورز عشان برضه يقدروا انهم يدعمونا كمان ماديا فانحنا بنخلي ان يكون فيه زي مشاركة مجتمعية من انتتيز تانية جوه المجتمع فانهم يقدروا انهم يساهموا في الهدف بتاعنا الهدف بتاعنا انه هو نعمل تأثير ايجابي على البيئة ونشاري الابيرنس عن موضوع ان كل واحد في المجتمع عنده سكيلز يقدر انه يستخدمها ويفيد المجتمع ويفيد البيئة ويفيد الشباب تانية خطئها